في بريطانيا نطل طالة سريعة لأنه حضر لكم عافية رئيسة وزراء بريطانيا اسمها ليستروس لسه في سبتمبر اللي فات تولد المسؤولية رئاسة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء عد عليها 45 يوم استقالت النهاردة بعد قررت اقتصادية خاطئة أدت إلى حال التضمر في الداخل البريطاني وداخل حزب المحافظين حتى رئيس لاميك جو باينن كان بيكلم عنها من يومين وقال يعني أنها خدت قررت اقتصادية خاطئة كثيرة المهم أنها استقالت النهاردة بعد 45 يوم ودي أقصر فترة لرئيس وزراء للمملكة المتحدة ده أول عنوان تاني عنوان أنه ليستروس هي آخر رئيسة وزراء في بريطانيا تم تعينها وقت الملكة إليزابيث إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ هيحصل أنه هيشوفوا بقى مين هيبقى رئيس حزب المحافظين تاني عشان يبقى رئيس مجلس الوزراء في أسماء مرشحة إنما الشيء الملفت إنه بدأ اسم بوريس جونسون رئيس الوزراء الأسبق دلوقتي ما بقاش صابق بقى بقى إنه دي استقالت كمان بوريس جونسون بدأ يطرح اسمه مرة تانية وصحيفة الجاردين وصحيفة التايمز بيتكلموا على إنه هيخود الصباق مرة أخرى طبعا حزب العمال بدأ يخش في الخط قالك لا استنى بقى حزب محافظين إيه ولا لا احنا نعمل انتخابات مبكرة فالدنيا متشقلبة الحقيقة في بريطانيا وهنتابع الأيام اللي جاي هنشوف إلا هيحصل